أهلا بكم في النفط في 90 ثانية لماذا انخفضت أسعار النفط بشكل كبير اليوم؟ الأسعار انخفضت بحدود 7% الآن في تحسن في النصف ساعة الأخيرة حيث الانخفاض 5% فقط هذا الانخفاض لا علاقة له بالرئيس بايدن ولا علاقة له بالسحب من المخزون الاستراتيجي المشكلة عامة في كل أنحاء العالم هو انهيار كامل أو انخفاض في كافة الأسواق حول العالم الداو الآن انخفض بحدود 700 نقطة هناك انخفاض في اليابان هناك انخفاض في هونغ كونغ في الصين في الأسواق الأوروبية فهو انخفاض عام لماذا؟ هناك عدة أسباب ولكن السبب الرئيس هو انتشار متحور بالانجليزي حرف N بعدين U هذا المتحور منتشر الآن في جنوب أفريقيا مشكلة هذا المتحور أنه سريع الانتشار بشكل لم نشهده من قبل كما ترون في الشكل البياني هذا متحور شديد الانتشار شديد العدوى وهناك تخوف من الإغلاقات كما تعلمون هناك إغلاق في النمسا واحتمال إغلاق في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية وقفت حركة الطيران الآن إلى جنوب أفريقيا خاصة من الدول الأوروبية فالتخوف من الإغلاق مرة أخرى هو السبب الرئيس لهذا الانخفاض طبعا هناك مشكلة الآن اجتماع أوبيك في الأيام القادمة الأسبوع القادم مشكلة اجتماع أوبيك أنهم إذا قرروا فعلا وقف الزيادة في الإنتاج بسبب هذا المتحور سيفسر سياسيا على أنه ردت فعل لبايدن وهذه مشكلة لذلك أعتقد أنهم سيستمرون في الزيادة ولكن قد يغيروا رؤاهم في يناير إذا استمر هذا المتحور في الانتشار عالميا والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر